الطرق هي شرايون الحياة والتنمية على أرض الوطن حققت الدولة في إنشائها طفرة كبيرة في أمانها واتساعها وكفاءتها ليصل المواطنون لوجهتهم في أمان وفي أقل وقت وفي إطال المتابعة الميدانية للحركة المرورية على هذه الطرق والمحاور بهدف تحقيق أقصى درجات السيولة المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات فقد تم رصد سلوكيات خاطئة لبعض قائد المركبات تتعلق بالانتظار الخاطئ بمطالع ومنازل الكبار والتي تتسبب في وجود تكدسات مرورية وحوادث نتيجة لإعاقة الحركة المرورية من هذا المنطلق فقد استحدست وزارة الداخلية منظومة إلكترونية بمطالع ومنازل الكبار لرصد مخالفات الانتظار الخاطئ التي يرتكبها بعض قائد المركبات وتتسبب في أعاقة الحركة المرورية إضافة إلى الحوادث والتكدسات الناجمة عنها هذه المنظومة سيتم تفعيلها اعتبارا من بداية العام الجديد وتهيب وزارة الداخلية بقائد المركبات الالتزام بقواعد المرور من خلال تجنب الانتظار الخاطئ بمطالع ومنازل الكباري حيث سيتم الرصد الإلكتروني الفوري لتلك المخالفة حفاظا على الأرواح والممتلكات ولتحقيق السيولة المرورية ترجمة نانسي قنقر